اشتركوا في القناة اننا الان قاعد نتكلم على جاكور واسيو في او سيارة كروس اوفر العالم تغير الدنيا تغيرت ولكن خلونا اليوم نشوف ابداعات الجاكور في هالسيارة واللي صار لها فيسلفت قبل فترة بسيطة وقبل ما ندخل فيه تفاصيل هالتغيرات اللي صارت على هالسيارة احب اني اشكر الشركات اللي كانت معانا في هالموسم واكيد الرعاة الجاكور تعتبر من اعرق شركات السيارات في العالم ويكفي ان وحدة من سياراتهم تحمل لقب اجمل سيارة صنعت في التاريخ والناس عرفت الجاكور بالفخامة بالسرعة بالتميز بالاداء الجميل بسيارات الكوبي بسيارات الكابريولي بسيارات الليموزين بسيارات الشبابية بسيارات الصالون السيدان لكن انها تدخل في عالم الاسيو في هذا الشي الجديد واللي قررت جاي الار اللي هي جاكور لاندروفر ان يقولون احنا لازم اننا ندخل في هالمجال والنافس الكل طبعا بما ان جاكور ولاندروفر شركة وحدة فابتكروا شاسيه ركبوا عليه اغلب سياراتهم فرح نشوف الشاسيه المستخدم في الاف بيس هو نفسه المستخدم في ال اكس اف الجاكور والرينجروفر الفيلار والسبورت وحتى الكلاسيك اللهم انه بيكون في ستب معين فنقدر نقول السيارة هذه هي الاخ غير الشقيق للرينجروفر الفيلار اللهم انه هذه علامة وهذه علامة ولكن الثنتين مختلفات في الشكل الخارجي ومختلفات في الشكل الداخلي وكل وحدة لها ميزة الشخص اللي يعشق علامة الجاكور فاكيد انه يبغى شعار الجاكور اللي يكون موجود في مقدمة السيارة اللي يبغى اللاندروفر فاكيد اللاندروفر بيكون موجود او الرينجروفر ولكن الجاكور من وجهة نظري اعرق بكثير من الرينجروفر لذلك سيارة اليوم الجاكور حطت عليها فيسلفت محترم غيرت وجهية السيارة بالكامل خلت لها شبك جديد ثلاثة الابعاد حتى القصات اللي فيه بالليزر اهتمت لك في شعار الجاكور اللي هو اغلى شيء عند الشركة هذه وحطت لك الإضاءة اللي نحيفة جدا ومثل ما اذكر دائما لما استضيف سيارة بريطانية وسيارة انجليزية دائما اقول البريطانيين عندهم ذوق في الإضاءة غير عادي كل ما تصغر كل ما تحلى فنشوف ان في الجاكور الاف بيس صغروا الإضاءة الأمامية صارت أجمل بشكل غير عادي صار شكل السيارة رياضي صار شكلها شبابي أكثر صارت أجمل حتى من الخلف صارت السيارة أجمل بشكل عام خارجية السيارة تغيرت مع لمحات أو لمسات بسيطة من المصمم العجيب اللي يشتغل عليها طلع لنا فيسلفت مرتب بس بدون ما أنه يخليك تزعل أنه صار فيه تغيير كبير على السيارة حتى الجنود ورنقات تغيرت الألوان صار فيه ألوان أكثر وأشرح وأجمل ومن يقدر يقول في الألوان الأنجليزية كلمة وعلشان تعرف إلى أي مدى السيارة هذه مهمة في الجاكور يركب عليها أربع سلندر وستة سلندر ثمانية سلندر بنزين وديزل وهايبرد كهرباي يعني السيارة هذه حاطلك فيها كل المواصفات ولما تجي تبني الجاكور الأف بيس حقك فعلا رح تحتار من الاختيارات اللي موجودة على هالسيارة ولكن إذا تواصلت مع الخبراء وحبيت تتواصل معاي مثلا أقدر إن شاء الله أني أساعدك إذا كانت السيارة هذه تناسبك أو لا ثم ندخل في تفاصيل إذا السيارة هذه فيها مواصفات تصلح لك نطلبها أو إذا في شيء تحسن ما هو مهم بالنسبة لك فنحاول أن نتجنبه وتاخد سيارة تكون مصممة على مزاجك لو نجي لداخلية السيارة تغيير كبير جدا طبعا للأفضل رح نشوف عدد الساق جديد التصميم في الطابلون جديد حطولك الشاشة اللي في الوسط بارزة الجيل الأول أو ما قبل الفيس لفت أو قبل ما تغييرات منتصف العمر كانت داخلة شوي الآن صارت بارزة القير صار أجمل صار عصى رياضي المواد الداخلية المستخدمة إذا كنت تبغى تحافظ على البيئة رح يكون عندك خيارات أنك تستخدم مواد معاة تصنيحها في السيارة هذه عندك لست طويلة من الخيارات اللي أنت تبغاها قماش جلد كراسي تبريد تهوئة مساج تسخين بانوراما رح ندخل بعد شوي في تفاصيل سريعة عن إيش الأشياء اللي ممكن أنك تختارها في السيارة هذه الشي المميز في الجاكور الاف بيس الوضعية جاية في الوسط لا أنت اللي غايص في الكرسي ولا أنت اللي مرتفع زي مثلا الرينج روفر أو سيارات البر اللي تكون أنت في وضعية الكماندر أو وضعية القاعد تحس أنك مرتاح تحس أنك جالس في سيارة شرحة وواسعة وممتازة وبنفس الوقت تعطيك الأداء لما تحتاج الأداء وتعطيك العملية لما تحتاج العملية وسيارة مدينة حجمها معقول وسيارة بر وسفر ممتازة إذا تبغى تطع في السيارة البر فهي متعاونة مع الرينج روفر واللاند روفر فأكيد إمكانيات البر هذه ممتازة خصوصا لما تطلبها بمواصفاتكم مخصصة للبر تبي تروح فيها حلبات عندك بعض الموديلز أو بعض الموديلات تقدر أنك تاخذها في حلبات السباق لو بنتكلم على شاصيه السيارة فنتكلم على سيارة مبنية على شاصيه سيارة دفع رباعي أو سيارة مخصصة للمدينة واللبر محرك أمامي ودفع رباعي المحركات مثل ما يقلت تجي أربعة سيلندر وستة سيلندر وثمانية سيلندر فرح نشوف أقل فئة اللي بتكون الـ F-Pace اللي بتكون 250 أو اللي تسميها الجاكور الـ P250 فرح تجي طبعا بقير تماتيك كل الفئات بتجي بقير تماتيك محرك أربعة سيلندر اثنين لتر تيربو يعطيك 250 حصان على سرعة 5500 RPM ورح يعطيك 365 نيوتم متر من العزم من 1300 RPM فالسيارة رح تنقز معك من أول لمسة بنزين ورح تأخذ من صفر إلى مية في 7.3 ثواني والسرعة القصوى 217 كيلو متر في الساعة ووزن السيارة هذه رح يبدأ من 1800 كيلو جرام لو بنطلع للفئة اللي بعدها اللي يسمونا 400 Sport اللي بيكون رياضي رح تأخذ المحرك الجميل اللي هو 3 لتر 6 سنندرات وراء بعض تيربو 400 حصان على سرعة 5500 RPM و 550 نيوتم متر العزم من 2000 RPM طبعاً القير في كل الفئات اللي هو من شركة ZF اللي 8 سرعات وتسرع السيارة من الصفر إلى المية في 5.4 ثواني والسرعة القصوى بتكون محددة إلكترونياً على الميتين وخمسين أما إذا أنك تبي تكسر على قولاتهم حسابك في البنك وتأخذ الوحش ال575 أو ال575 الSVR رح تأخذ ثمانية سلندر سوبر تشارج خمسة لتر 575 حصان على سرعة 6500 RPM و 700 نيوتم متر العزم من 3500 RPM رح يأخذ التسارع من الصفر إلى المية في 4 ثواني والسرعة القصوى 286 كيلو متر في الساعة كل الفئات تقدر أنها تقطر إلى 2400 كيلو جرام لو عندك موتوربايك أو عندك بوت صغير أو قارب صغير أو عندك سيارة رياضية صغيرة وتبغى تسافر فيها أنت الحالك أو عائلتك وتقطر هالشي معك تقدر في سيارتك الجاكور الـ F-Pace تروح وين ما تبي ولا تشيلهم دام عندك تانكي 83 لتر فأمورك بتكون طيبة من أجمل الأشياء في الجاكور الموقع حقهم الجميل والعجيب واللي يعطيك كل الخيارات اللي ممكنك تشوفها وتتخيلها على سيارتك فرح تشوف السيارات اللي موجودة عندك تقدر تختار الشكل اللي أنت تبيه والحلو أن في الأسعار طبعا الأسعار أكيد أنها بتتغير من فترة إلى فترة لكن الجميل أنك تقدر تشوف سيارتك وتقول أبغى أبني سيارة المستقبل تختار الألوان اللي تناسبك تختار المواصفات اللي تناسبك ثم من بعدها مر الوكيل أو أقرب وكيلك وتبدأ تختار السيارة اللي تناسبك سواء كانت موجودة وتشوف المواصفات التي تناسبك أو تقول لا والله ودي أطلب سيارة تكون مختلفة فرح نشوف هنا مثلا الار دايناميك اس بيكون بنزين إيش المواصفات الأساسية أو تبغى مثلا الاس اي وإيش المواصفات هي بتكون فيه الاتش اس اي الفور هندرد سبورت رح نشوف فيه الرنقات يعطيك الألوان وضعيات الكراسي اللي موجودة ومع الأسعار فلو بناخذ مثلا الاسبورت رح تشوف شكل السيارة تغير نجي بعدها نختار نوعية المحرك اللي بيكون على السيارة فرح نشوف أن هذه بيكون عليها الستة سلندر المايلد هايبرد 400 حصان عقبها نجي الألوان الخارجية تقدر تختار اللون الناسبك فيه ألوان تكون ستاندرد وفيه ألوان تكون ل إضافية فتقدر تحط مثلا اللون اللي يعجبك تدخل بعدها على الرنقات عندك 19 20 21 22 حط الرنق اللي أنت تتبيه وهم بعد يحط لك إذا كان فيه اكسترا كوست أو مبلغ إضافي بتضيفه على السيارة أو على الوبيشن اللي أنت طالبة نشوف هنا الكاليبرز إذا تبيهم يكونون مثلا حمرة أو تبيهم يكونون عاديين مثلا أسود حق بها ندخل في داخلية السيارة راح راح تشوف عندك المواد اللي تكون أو الجلد اللي معاد تصنيعة وليس من جلد الحيوانات بيكون موجود بيكون عندك الأقمشة بيكون عندك سق في السيارة إذا تبغى تحط مثلا قماش أو تبغى تغير اللون الأساسي تبغى تخرط بين الألوان مثلا ويعطيك الخيارات يقولك تضيف مثلا الكراسي اللي 14 وضعية ولازم الكراسي اللي ب16 وضعية اللي كانت موجودة أول لازم أنك تلغيها فأنت هنا تقرر هل تبدل هذه بهذه أو لا ثم تدخل على موضوع الديكور الداخلي إذا كنت تبغى يكون خشب أو تبغى مثلا يكون ألمنيوم أو كروم عقبا ندخل في الباكيجات اللي تحتاجها أو تبغيها تكون على السيارة مثلا تبغى المساعدة الساق تبغى الكراسي التبريد والتهوية تبغى مثلا البروجيكتر تبغى إضافات مثلا سقف السيارة تبغى مثلا السقف العادي أو تبغى يكون بانوراما أنظمة مساعدة الساق ونشوف أنه فتحنا مجال كبير جدا في المواصفات اللي لا حصر لها فعلا في الجاقور إذا بتقطر شي فعندك الهوك الخلفي عندك تبس يكون بانوراما بس يكون ثابت ما يفتح أو أنك تبغى يكون يفتح تبغى الكاميرات 360 درجة تبغى نوري فيه عندك مستشعر فوق جرد في سيارتك سيارتك جاقور لا تلمس الدقمة اللي فوق عشان تفتح سق في السيارة مجرد ما تمرر يدك بهالطريقة أو بالطريقة هذه رح تفتح رح تسكر إذا هذا الـ Option موجود في سيارتك رح تفتح وتقفل بدون ما تلمس الدقمة إذا ما تصار فيه إذا ما صار فيه Action فمعنات الـ Option هذا يمكن ما يكون موجود في سيارتك وفي الأخير يطلع لك السعر التقريبي للسيارة اللي أنت بنيتها سواء مع نفسك أو مع عائلتك أو مع شخص خبير يقول لك هذه تصلح لك وهذه ما تصلح لك وتمر الوكيل وتشوف إذا كانت السيارة هذه موجودة عليك بالعافية وإذا كانت مهمة موجودة فممكن أنك تطلبها وتنتظرها إلى ما أنها توصل وتكون أنت متحمس تستقبل سيارتك الجاقور الكروس أوفر أو الجاقور السيو في السيارة اللي ممكن تروح فيها في أي مكان داخل مدينة أو خارج المدينة أتمنى أنكم استمتعتوا معاي في التعرف على الجاقور الأف بيس اللي يعتبر من أهم سيارات الجاقور ونشوفكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة مع سيارة جديدة وفمال الله